موسيقى موسيقى تسعى المنظمات الدولية جاهدة إلى تقديم المساعدات وإصالها إلى المحتاجين في اليمن مع انهيار الوضع الصحي في البلاد في هذا الصدد ستدشن منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة تهدف إلى وقف امتقال الكوليرا بحلول سنة 2030 تأتي الاستراتيجية الجديدة في وقت تتفشى الكوليرا بين اليمنيين بشكل لم يسبق له مثيل حيث يشتبه في إصابة نحو 700 ألف شخص حتى الآن مع غياب الدور الصحي بسبب انهيار المستشفيات وشح المواد الطبية من اليمن إلى ميانمار فقد شهدت أزمة الروهينغا أحداث وتطورات جديدة على المستوى الإنساني ازداد عدد المسلمين الذين نفروا إلى بانجلادي شاربا من جرائم الإبادة إلى 421 ألفا وفق منظمة الهجاة الدولية في حين طلب رئيس فريق التحقيق الأممي في أعمال العنف في ميانمار مزيدا من الوقت للتحقيق في مزاعم القتل الجماعي بينما دعت منظمة أطباء بلا حدود حكومة ميانمار السماح للمنظمات بالوصول الفوري إلى ولاية رخين لتخفيف ما وصفته بالاحتجاجات الإنسانية أخيرا أعلنت أونك سانسوتشي أن بلادها مستعدة لتنظيم عودة اللاجئين وبدء التحقيق في هوية اللاجئين حول الموضوع عندنا مباشرة عبر الهاتف من مانشستر الدكتور طاهر أركاني رئيس المؤتمر العام لاتحاد روهينغا دكتور مساء الخير أهلا بك معنا أزمة روهينغا الإنسانية تتصاعد ما يعيشونه من تصفيات بلا رحمة مؤلم حتى من فروا يعيشون أوضاع إنسانية متأزمة العدد الأخير للاجئين بحسب معلوماتكم وأيضا حجم المأساة التي يعيشونها العدد الأخير الذي وصل إلينا المعلومات عنه هو حوالي نسف مليون روهينغا اليوم يعيشون في بنجلادش على حدود بنجلادش وهؤلاء لا زالوا يحتاجون إلى مأوى ومسكن وعلاج وهناك عداد كبيرة على وشك الموت من الأطفال لأجل نقص في المواد الطبية وكذلك هناك العداد كبيرة من الكبار السيني يحتاجون إلى العلاج ولا يجدون هذا العلاج في هذه الظروف وهناك مجموعة كبيرة من اللاجئين يتعرضون لأمراض مختلفة في بيئة في بنجلادش لأنهم يعيشون دون صقف تحت السماء وفوق الأرض ويتعرضون لكل الأمراض والأوبيا في تلك المنطقة يحتاج إلى تحرك المنظمات الإنسانية والمنظمات الصحية وبدون هذا ربما كثير منهم يتعرضون للموت قبل أن يعادوا إلى وطنهم من جديد نعم طيب دوركم أنتم في المؤتمر العام للاتحاد الروهينغا اتصالاتكم ربما مع الدول المانحة مع الجهات التي يمكن أن تقدموا ساعدات لهؤلاء اللاجئين الذين يعيشون هذا الوضع الإنساني المتأزم الذي ذكرته حتى أن ربما حالة الطوارئ الإنسانية الآن تم إعلانها في بنجلادش بسبب ذلك ولا شك نحن بدورنا نتواصل مع أغلب المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأجل تقديم المساعدات وقد جاءت كثير منها ولبت نداءتنا في تلك المنطقة ولازل احتياجات كبيرة جدا لا تغتل المساعدات الموجودة المقدمة لهؤلاء لأن العدد كما ذكرنا قرابة نصف مليون عدد هؤلاء العدد ليس لديهم أدنى شيء يمتلكونه للعيش ولا لمدة يوم واحد ولذلك يحتاج إلى وقفة الجميع مدات المنظمات الدولية ومنظمات الأغاثية التابعة للمؤمن المتحدة وكذلك منظمات الإنسانية الخيرية والجميعات الخيرية في دول الإسلامية بحاجة أن تتحرك سريعا لأجل إنقاذ أرواح هؤلاء الناس الذين لجأوا إلى بنغلاديش وهم في وضع يرثى نعم طيب بحسب التوثيقات من على الأرض من بنغلاديش من وضع اللاجئين هناك بحسب ما يصلكم المعلومات من هناك يعني بحسب الأولوية أبرز ما يحتاجونه يعني حتى في حالة المساعدات التي يجب أن تصل لهم يعني ربما الأصعدة التي تختلف فيها المساعدات هل هي القطاع الصحي هل الغذاء ماذا بالتحديد ماذا يحتاجون وضع الأطفال خاصة وكبار السن نعم المواد الطبية والمواد الغذائية كلاهما مطلوبة عاجلا لأن الناس لا يعني قبار السن الذين جاءوا وكذلك الأطفال الذين جاءوا لديهم أمراض ويتعرضون لمزيد من الأمراض في نفس المكان نفس البيئة وبسبب عدم وجود بيئة مناسبة للعيش الإنساني في تلك المنطقة وبالتالي مواد طبية مطلوبة عاجلة وكذلك مواد غذائية الموجودة غير كافية بحاجة إلى مزيد من المواد الغذائية حتى لا يتعرضوا للموت بسبب الجوع وبسبب نقص من المواد الطبية العاجلة شكرا لك على هذه المداخلة معنا الدكتور طاهر أركاني رئيس المؤتمر العام لتحدي روهينغا كنت معنا عبر الهاتف من مانشستر أو عبر السكايب تلفزيون الآن صلت الضوء أكثر على معاناة روهينغا قابل إحدى اللاجئات اللواتي هربنا إلى منغلاديش روت الكثير من المآسي التي مرت بها وبعائلتها على يد الجيش البورمي متابعة كنت أعيش مع زوجي وأطفالي في منطقة بازار شمال بولي من ولاية راخين تعرضنا للعنف في فترات متقطعة لكن المرة الأخيرة كانت قبل شهر حيث طوق الجيش المينمارمي منازلنا لمدة أسبوع ومنعوا الدخول والخروج من القرية وهجم علينا رتل من الجيش لم يتحدثوا معنا بشيء بل بدأ بعض منهم يدمرون البيوت بأيديهم والبعض الآخر أشعلوا النيران فيها كان هناك بيت لجدتي بيتها من ضمن البيوت التي تم إحراقها من قبل الجيش لم نتمكن من الفرار إلى أن أتت النيران على جميع جوانب البيت فماتت فيها ثلاثة من أفراد الجيش دخلوا غرفة نومي حيث كان زوجي مختبئا فأشبعوه ضربا ثم شقوا رأسه بفأس كبير ففارق الحياة أمام أعيننا غير بعيد عن منازلنا اختصبوا عددا كبيرا من الفتيات وكان الجميع يتحدث عن أصناف مختلفة من التعذيب يقومون بقتل الشباب خاصة ثم يلقوهم في النهر وبعدها يختصب الفتيات والنساء هربت مع أطفالي بصحبة ثلاثين شخصا آخرا اختبأنا في الغابات اليومين بلا طعام ولا شراب حيث تم إحرق كل ممتلكاتنا في القرية وكنا نتناول أوراق الأشجار كنا ننتقل من قرية إلى قرية حفاتا ومشيا عن الأقدام وكان البذيون والجيش يتعقبوننا عندما وصلنا إلى النهر شن علينا هجوما لاذعا وبدأوا يطلقون النار تمكننا من الفرار لكن رصاصهم قتل خمسة أشخاص وأصاب الآخرين من ركاب القارب كنت أنقل أبنائي بين المياه واليابسة تركنا وراءنا كل ممتلكاتنا كان أبنائي يرزحون تحت البرد والمطر بلا طعام أو مأوى لأسبوعين عندما وصلنا هنا في هذا المخيم تبرع السكان المخيم بملابس لأطفالي لكن لا يوجد هناك مقاومات للحياة ولم نأتي إلى هنا ومعنا شيء ولا يزال هطول الأمطار متواصلا ومن الصعب أن يعيش أطفال في مثل هذه الأجواء والظروف التي تمر علينا أتمنى أن تمد لنا يد العون أعتقد أن سبب استهدافنا من قبل البذيين هو أننا مسلمون فقط لا غير البذيون يستهدفون الفئات الشبابية الصغيرة إنهم يقتلون الفتيان بلا تفرقة ويغتصبون الفتيات بشكل جماعي في سوريا وعلى إثر المعارك الجارية حول مدينة ديرزور تخيم حالة من القلق بسبب ما قد تخلفه آلة الحرب ضد المدنيين العزل خاصة المحاصرين من قبل تنظيم داعش هذا القلق دفع الأمم المتحدة إلى توجيه دعوة لجميع الأطراف السورية من أجل ضمان حماية المدنيين من أثار العنف وأوضح المنصق الإقليمي المؤقت لشؤون الإنسانية في سوريا راميش راقاسينجام أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق زاء سلامة وحماية المدنيين الذين هم ضحايا استمرار القتال والعمليات العسكرية في ديرزور كانت هذه أبرز الأخبار الإنسانية مستمرون معكم مشاهدين مع الليلة بعد قليل نعود نتابع صعوبات من نوع جديد تواجه النازحين السوريين آخرها انتشار القوارد والحشرات بين خيامهم أهلا بكم من جديد بعد موجات النزوح التي اجتاحت مناطق سوريا عدة توجه النازحون إلى الخيام هاربين من قصف يطالهم من جهات عدة لتواجههم صعوبات جديدة كان آخرها انتشار القوارد والحشرات بشكل كثيف نسبة لانعدام الصرف الصحي في معظم هذه المخيمات مسادفة الصغار والكبار في حين تغيب المنظمات الإنسانية وفرق الدعم النفسي عن تأدية واجبهم تجاه سكان الخيام منذ أربعة أشهر وأزيد البقية في تقرير مراسل الأخبار الآن ممام أبوزين تراجع دور المنظمات الإنسانية والإغاثية فضلا عن حوالات التوعية الصحية في مخيمات النزوح سيما في ريف حلب الشمالي بدأ يرقي بظلاله ولعل الحملات التوعية أكثر ما يفتقده النازحون وإن كانت الحاجة للغذاء أشد وأهم إلا أن هناك ضرورة لذلك فما جرى مع طفل محمد خير دليل إذ تعرض الطفل البالغ من العمر عشرة أعوام للدغة عقرب سامة كادت أن تتسبب موته لو لا تدخل القدر ذهب مفعول اللدغة وبقيت آثارها واضحة على قدمه التي تذكره بلحظة الألم الأولى كل ما غرنها إليها قلت على جيرانه أتفرج على التفزيزيون وقلت على العقرب حسيت هي كبت للأبرة فاتت جيت قال لأمي فاتت بإجري شوكه شافت تجارتنا وبد حتى بالستين وطرع مننا الدم فبتل الفاسد وهم تواجهني خذونا على الدكتور معاناة النازحين لا تقتصر على انتشار الحشرات والزواحي في السامة إذ بدأت القوارض بأنواعها بالتغلغل في مخيمات شمارخ على وجه التحديد فأبو محمود الذي ذاقى مرارة النزوح ثلاث مرات يسهر الليلة على أمن أسرته خوفا من دخولها إلى الخيمة التي لم ينعم فيها بالأمان والذي فر إلى هنا باحثا عنه العقارب والجرادين على طولهم كافش أنا ينام بهالمكان هذا هذا المكان اللي أنا ينام به كل الليل الجرابيع والجرادين والعقارب حوالينا وما يفاقم معاناة النازحين انعدام الكهرباء والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب هذا بالإضافة لافتقادها للصرف الصحي وتلك الأسباب مجتمعة عززت انتشار القوارض والحشرات سطعنا امساك أقرب بين الخيم اللي هو واحد من آلاف الحشرات الموجودة بالمخيم قوارض زواحف والسبب الرئيسي لوجودها الحشرات هي المستنقعات اللي شايفينا بين الخيم الهروب من الحرب قد يدفعك لتواجه واقعا لا يقل خطورة عن نيران المدافع والطائرات وهذا ما يعكس حال سكان مخيمات الحدود في ريف حلب الشمالي سيما منطقته شمارخ وزغراء علاوة على ما يعانيه سكان المخيمات الداخلية من نقص بالخدمات وشح بالمساعدات الإنسانية تأتي القوارض والحشرات السمى لتفاقم معانتهم وليظهر جليا حجم المؤسي التي يعيشونها في أخبار الآن همام أبو الزين ريف حلب الشمالي وللوقوف على تفاصيل أوضاع النازحين في المخيمات الحدودية ينضم لنا من الحدود السورية التركية السيد محمد يوسف درج مدير مخيم المقاومة وشمارخ عبر الهاتف إذن معنا أستاذ يوسف مساء الخير الهروب من الحرب قد يدفع لمواجهة ربما لا تقل خطورة عنها تحديات صعبة تواجه سكان هذه المخيمات لانعدام الصرف الصحي لانتشار العقارب كما ذكر التقرير وتحدث عن ذلك بشكل مفصل لكن لو تضعنا حضرتك في صورة أوضح لما يعيشه سكان هذه المخيمات هؤلاء النازحون يفتغل المخيم لانعدام مقاومات الحياة البسيطة لما يدى أنتشار القوارب과 الحشرات السامة في المخيم وذلك عائدة أسباب أهمها قلة النظافة سوء الصرف الصحي وانتلاف المخيم على أراضي ذراعية واسعة وإضاً لوجود الحفر الكثيرة تؤدي لوجود المستنقعات هذه أهم الأسابة التي تؤدي لانتشار القوارب والحشرات في المخيم ويفتغل المخيم لعدام مقاومات الحياة البسيطة من ماء وكهرباء وصل الصحي جيد نعم طيب تقرير ذكر بأن المنظمات الإنسانية تغيب عن هذا المخيم يعني لماذا تغيب عن هذا المخيم إلى هذه الدرجة متى كانت آخر مرة ربما كان هناك تواجد للمنظمات الإنسانية والإغاثية في هذا المخيم قلت الكريمة في الفترة الأخيرة عزفت معظم المنظمات عن تقديم الخدمات في أفضل المنظمات لم تقدم الخدمات اللازمة للمخيم المقاومة وذلك لكبر المخيم حيث يحول المخيم على أكثر من 27 ألف نسمة مما أدى إلى ضعف اتجابة المنظمات لتقديم الخدمات اللازمة للمخيم طيب أنتم تطالبون إذن ولكن لا تصلكم أي مساعدات ليس هناك أي مساعدات تصلكم إلى الآن ضعيفة جدا أختي الكريمة يتجاوز عشر بالمئة من الاحتياجات الأساسية للمخيم عفوا قلت لم يصنش الصوت بشكل واضح الاحتياجات الأساسية لا تقدم إلا بنسبة عشر بالمئة فقط عشر بالمئة فقط يعني من الحاجيات الأساسية التي يحتاجها سكان هذا المخيم طيب بحسب الأولوية الآن من خلال شاشتنا من خلال ربما برنامج ليلة مناشداتكم للمنظمات الإغاثية للمنظمات الإنسانية للمجتمع الدولي دول مانحة وماذا تحتاجون بحسب الأولوية أختي الكريمة مخيم المقاومة من أكثر مخيمات في الريف الشمالي وكما قلت سابقا يحتقد لأدنى مقاومات الحياة وأهم الاحتياجات هي خيانة الصرف الصحي التي تؤدي لوجود مستنقعات كبيرة ووجود أمراض كثيرة وأيضا خيانة الطرقات في حال عدم تعديل الطرقات وهطول الأمطار لا نستطيع إيصال الماء أو الخبز للنازحين في الداخل وأيضا سداء الخيام القديمة في حال هبوب الرياح أو قدوم فقط الشتاء أكثر من 2500 خيمة تالفة غير صارحة للاستخدام هذه أهم الاحتياجات التي نناشد بها أخوتنا في جميع المنظمات في تقديمها لنا نعم طيب العقارب القوارد أيضا لم يفلت منها سكان هذا المخيم مع الحاجيات التي يحتاجونها مع افتقارهم لأبسط الحاجيات اليومية مع هروبهم من الحرب كيف تتعاملون مع العقارب مع القوارد وأيضا ربما إذا كانت لديك القصص الإنسانية المؤلمة التي تم ربما عشتها معهم في هذا الصدد أختي الكريمة نحن يوجد لدينا نقطة طبية وحيدة في المخيم وتعمل لدوام إداري هذه النقطة يعني يزوها لا يقدر عن عشر حالات تسع من عقارب وحشرات بارة في اليوم ناشدنا معظم المنظمات لتقديم المبيدات الكافية لمكافحة هذه القوارد لكن كانت استجابة صفر بالمئة لم تقدم لنا أي منظمة هذه المبيدات اللازمة أختي الكريمة أربع تلاف عائلة هناك أربع تلاف قصة حزينة أربع تلاف قصة مفجعة لكل شخص منهم قصته لكل منهم إعاقته لكل منهم فقره الشديد يعني هناك قصة جدا كثيرة في مخيمنا مخيم المقاومة الأربع تلاف عائلة تنزح منذ أربع سنوات هذا النزوح الخامس أو السادس بالنسبة لهم يعني يعانون الفقر الشديد هناك مشكلة كبيرة في هذا المخيم ولا أدري ماذا المنظمات عازفة عن تقديم الخدمات اللازمة لهذا المخيم طيب رسالتك من خلالنا من خلال شاشتنا لهذه المنظمات أنا أتوجه إلى جميع المنظمات والأخوة من عرب ودعمين أجانب أن يفتقدوا هذا المخيم هذا المخيم يفتقد إلى أدنى مقاومات الحياة البسيطة جدا الماء غير صالح السوق في الصرف الصحي الطرقات غير معبدة مواضي زائية لا يوجد مواضي مضافة لا يوجد الخبز كمية قليلة يعني أدنى مقاومات الحياة البسيطة جدا لا توجد فأبعث رسالة من خلال شاشتك والكريمة إلى كل إنسان فيه درة ضمير فيه درة كرامة على أخوته أن يقدم الدعم الذي يستطيعوا له لهذا المخيم نتمنى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت ونشكرك على هذه المداخلة أستاذ محمد يوسف درج مدير مخيم المقاومة والشمارخ كنت معنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية نتوقف مشاهدينا مع فاصل الأخير بعده نعود نتابع الجزء الأخير من برنامج الليلة ابقوا معنا أكثر من 328 مليون مشاهدة على تويتر حول العالم لمليونية العطاء وبالعربي تصدر إذن هاشتاغ مليونية العطاء التريند للإمارات بأكثر من 328 مليون مشاهدة حول العالم على موقع تويتر صحفيون وكتاب إماراتيون قالوا أن عام 2018 الذي أطلق عليه عام زايد سيمثل مليونية عطاء وسعادة لدولة الإمارات والشعب الإماراتي جاء ذلك بعد إطلاق مبادرة بالعربي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وبالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية حلقة نقاشية إلكترونية كانت على تويتر بعنوان العطاء السعادة وانهمرت التغريدات من شتى الأرجاء عبر هاشتاغ مليونية العطاء وبالعربي وتحفز هذه المبادرة على المشاركة الجماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز العمل الخيري في صفوف المجتمع وسم مليونية العطاء وسم مليونية العطاء لقى تفاعلا كبيرا على مستوى دولة الإمارات ونحن بدورنا اخترنا لكم بعض الأراء والتغريدات حول هذا الوسم حساب شرطة دبي لفت أن مبادرة مليونية العطاء وبالعربي تحفز على المشاركة الجماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز العمل الخيري في صفوف المجتمع حساب فرسان الإمارات أوضح ومن خلال تغريدة أن مليونية العطاء مناسبة ومناسبة للتأكيد على العطاء الإماراتي الذي أضحى نموذجا يحتذا به في مجال المساعدات الإنسانية وتقديم العون لكل محتاج حساب الإمارات السعيدة قال لا يقتصر العطاء على المادة فقط فالعطاء المعنوي أفاقه واسعة ورحبة بينما قالت المغاردة موز الفرد إن إعطاء دقائق من الوقت لزميل مهموم عطاء ومشاركة بعضنا البعض بالعمل عطاء وتقديرنا لبعضنا ونقل المعرفة عطاء أيضا مغرد آخر عبدالله الخياط رأى أن العطاء خيار الإنسان الشجاع الذي لا يخشى المنافسين بل يعطيهم دروسا في النجاح من خلال المجموعة وكأنه يرجح كفة نحن على أنا هزن المرزوق يرى بأنه لابد من غرس ثقافة العطاء في الأجهال بحيث يؤمن الطفل بأن واجبه هو الإسهام في عمل الخير بعيدا عن منح المال والنظر المادية في إطار العطاء تستمر الإمارات العربية المتحدة في بدل أقصى الجهود الإغاسية عبر دراعها الإنساني والتنموي في اليمن من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبتوجهات من القيادة على أكثر من صعيد لمساعدة اليمنيين وللتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعاشية حيث استقبل ميناء المكلة سفينة مساعدات إماراتية جديدة على متنها المئات من الأطنان من المواد الغذائية حول الموضوع ينضم لنا السيد فاد عبد الرحمن نائب الأمين العام للمساعدات الدولية في الهلال الأحمر الإماراتي عبر الهاتف إذن من أبو ظبي السيد فاد مساعدات جديدة تصل المكلة من الإمارات عبر دراعها الإنسانية عبر الهلال الأحمر بداية ماذا تشمل هذه المساعدات من سيسفيد منها أين من المناطق اليمنية بالتحديد نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المساعدات هي عبارة عن مساعدات إغاثية غدائية في استفيد منها أحد المحافظات هي محافظة حضرمود بالإضافة إلى المناطق التابعة للمحافظة والمحافظات المجاورة هذه طبعا مثل ما ذكرت في تقريركم ليس سفينة الأولى ولكن عدة سفن وصلت سواء كانت إلى حضرمود أو إلى ميناء عدن نعم طيب الأصعاد التي تركز عليها المساعدات الإماراتية ومساعدات الهلال الأحمر في الفترة الحالية بالنظر إلى الأولويات ما هي؟ طبعا المحافظات الجنوبية التي تم تحريرها والهلال متواجد فيها هي تقريبا أكثر من 11 محافظة اليوم نقدم المساعدات الإغاثية العاجلة لبعض المناطق التي تم تحريرها قريبا المناطق التي كانت محررة من السابق تقريبا المور فيها مستقرة إلى بعض الحالات المسجلة لدينا بالضبط إلى العمل على إعادة العمار والبنية التحريرية لمحافظات مختلفة وهما طبعا نتكلم بعد الكهرباء في الصحة والتعليم ما تركز عليه استراتيجية دولة الإمارات في جميع مشاريعها الخارجية نعم طيب بالنسبة للقطاع الصحي أستاذ فهد يعني كنا عرضنا بعض تقارير عن حالات عاجلة وخطيرة صحية عند بعض الأطفال اليمنيين يعني ما المساعدات التي تقدمونها في هذا الإطار في الإطار الصحي والقطاع الصحي خاصة نعم نحن في الصحي طبعا بكرنا على إعادة صيانة تهيل المستشفيات المرافز الصحية إضافة لمنالك العدد الكبير منه من الأمراض المزمنة والمصابين بسبب الحرب يتم علاجهم في هذا المستشفيات وتحويلهم إلى دول أخرى مثل الهند والسودان والأردن والإمارات وحاليا هناك عدد كبير متواجدين في الهند وحسب توجهات رئيس الدولة في إرسال ما يقع بـ 1500 مريض خلال السنتين إضافة لمنالك تنسيق مع المنظمات التولية بخصوص الأمل على التطعيم أو الدعية أو التركيز على تحويل المستشفيات وحينا في محافظة شمالية ما زالت تحصل طيب أستاذ فهد فقط صوت لا يسرني بشكل واضح أريد أن أسألك أيضا عن موضوع مليونية العطاء كنا تحدثنا عنه قبل قليل طبعا لا قد تفاعل كبير عن مواقع التواصل الاجتماعي وهي لتعزيز العمل الخيري في مجتمع الإمارات وربما خير من يقوم بذلك هو الهلال الأحمر الإماراتي فماذا تقولون في هذا الصدد؟ نعم نحن أحد المؤسسات أو ذراع الإمارات الإنساني الإمارات منذ إنشاءها أو قبل ذلك تعمل على العطاء بشكل مستمر وبدون حساب ولهذا اليوم بعد ما تم تقيد مساعدات الإمارات الإمارات أصبحت تأخذ المركز الأول على مستوى العالم كدول مانحة شعب الإمارات شعب عطاش قيادة الإمارات وشيوخها ومقيمينها من مواطنين ومقيمين دائما يعملون ويجتهدون والتنافس في العطاء فهذا ليس بغريب على أهل الإمارات ومستمرين في عطاء الصحيح أن هذا عام الخير وسنقادم إن شاء الله عام زايد ولكن الإمارات مستمر عطاها ودعم جميع الإنسانية نعم شكرا لك جزيلا رسد فهد عبد الرحمن نائب أمين العام لمساعدات دولية في الهلال الأحمر الإماراتي كنت معنا عبر الهاتف من أبو ذبي أذكركم مشاهدين أنه بإمكانكم تفاعل معنا دائما عبر صفحة الشخصية على موقع تويتر وأيضا صفحة أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي سأطرح يوميا موضوعا عبر تويتر تفاعلوا معنا وسننقل تغريداتكم على الشاشة بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة الليلة مستمرون معكم عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما تابعوا بثنا مباشر على اليوتيوب وتواصلوا معنا لأي قضايا إنسانية همكم سنترحها وسنتابعها معكم اشتركوا في القناة